ثلاثة وثمانون قتيلا ومائة وستون جريحا هي الحصيلة الأولية ليوم دام آخر عاشه وقم درفور السوداني مجزرة أخرى شهدها معسكر للنازحين في عاصمة ولاية غرب درفور إثر مشادة فردية حدثة أحيط التساؤلات بشأن انفلت السلاح والتقاعس الرسمية عن توفير الحماية للمدنيين الذين لا يزالون ينتظرون الوفاء بما قطع لهم من تعهدات بالسلام بعد وصول حكومة الثورة تحت أصوات الاشتباكات التي حصدت عشرات الضحايا بين قتيل وجريح في الجنينة بولاية غرب درفور يلمح بوضوح وهج أزمة أمضى وأشد من الاقتتال القبلي المتجذر بين العربي والمثاليت فالأنباء الواردة من الجنينة تكشف كيف أن شجارا فرديا بين شخصين من الجماعتين يمكن أن يتحول إلى ما يشبه كرة لهب تتدحرج محرقة الأخضر واليابس فتسليم القاتل في المشاجرة تلك وهو من المثاليت للشرطة لم يمنع مسلحين من العرب من مهاجمة معسكر للنازحين ومحاصرته وإحراق منازل المدنيين المقيمين هناك ما فجر موجة نزوح أخرى في إقليم لم يذق أهله طعم الاستقرار أو السلام منذ 2003 وفي مسعى منها لضبط الأوضاع فرضت السلطات المحلية حظرا للتجول بينما سارعت السلطات الانتقالية في الخرطوم لإرسال وفد سياسي وأمني وعسكري لمتابعة الأوضاع واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإعادة الهدوء هناك إجراءات كذلك صدرت بأنها تجعل الولاية آمنة مستقبلا ولكن إلى جانب الانفيلات الأمني الذي تؤكده أحداث الجنينة في ظل تقديرات بامتلاك قبائل دارفور لمئات آلاف القطع الحربية بينها أسلحة ثقيلة فإنها تكشف أيضا وفقا للبعض ملامح استقواء الميليشيات القبلية العربية في المنطقة بقوات الدعم السرية بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة محمد دقل حمدتي والتي يلقبها الكثير من الدارفوريين بقوات الجنجويد وهذا قد يكون الدافع وراء إدراج تجمع المهنيين لبيانه عن الواقع تحت وسم إعادة هيكلة ودمج قوات الدعم السرية وهو البيان الذي طالب ليس فقط بنزع سلاح القبائل وتصفية الميليشيات وإنما أيضا بمحاسبة المسؤولين خاصة وأن الجنينة كانت مسرحا لأحداث عنف دامية مشابهة دلعت إثر حادث سير فردي قبل عام بالضبط تخلى لها وفق فيديوهات الناشطين هجوم للدعم السريع على المخيم نفسه وتؤكد أحداث العنف مخاوف النازحين في الإقليم من الفراغ الأمني بعد انسحاب قوات حفظ السلام الأممية الأفريقية يونميد نهاية العام المنصر كما تثير تساؤلات بشأن مدى فاعلية القوة المكونة من ستة ألاف جندي بمن فيهم عناصر الدعم السريع التي أعلنت الخرطوم نشرها في الإقليم لحماية المدنيين بعد انسحاب يونميد خاصة في ظل عراقيلة لا تزال تعيق تنفيذ ما نص عليه اتفاق السلام الموقع مع الجبهة الثورية والقاضي بتشكيل قوة موازية من الحركات المسلحة لحفظ الأمن في دارفور وللمزيد من نقاش ما جرى في دارفور ينضم إلينا من باريس الصادق يوسف حسن نائب رئيس حركة العدل والمساواة ومن يوجرسي عبر خدمة سكايب البروفيسور سليمان علي الخبير في القضايا السياسية والاستراتيجية أهلا ومرحبا بكما وأبدأ معك بروفيسور قبل أيام من الموعد الذي كان مقرر لانسحاب قوات قبعات الزرق كان هناك حديث عن تخوف من اختبار السلطة ما بين الأمن والجيش السوداني وما بين المسلحين في هذه المنطقة إلى أي مدى ما جرى هو تحقق لهذا التخوف؟ المسلحين في كل إغليم دارفور كل الولايات التحادية الخمسة في دارفور هم من خلق وتكوين وتسليح المؤسسة العسكرية السودانية هذا أقبح إرث وأكثر الإرث دمارا الذي تركه نظام الإنغاز أي الحرب بالوكالة بالاعتماد على الميليشيات الغابلية تسليحة وتجهيزة الاعتماد على مفهوم العقوبة الجماعية لمجموعة السكانية بكاملها على افتراض أنها ما دامت من نفس المكون الإثني لبعض المجموعات الكفاح المسلح من دارفور فهي بالتالي تستحق العقابة الجماعية وإن كانوا مدنيين وإن كانوا ضحايا لمثل هذه الاحتداءات في السابق كما حدث الآن في الجنينة وبالتالي الأجهزة العسكرية السودانية موقفة غامض فيما يختص بصناعيها من هذه الميليشيات الغابلية المسلحة سيد الصادق كما أشال التقرير حدث ما جرى أيضا في دارفور حدث قبل ذلك في الجنينة قبل عام واحد لماذا تتكرر الحوادث في هذه المنطقة؟ أولا دعني أترحم على الشهداء ونتمنى عاجل الشفاء للجرحة وصراحة هذه الأحداث متكررة لسبب عدم الأمن في هذه المنطقة وحتى السلطات الولائية لم تفرط الأمن في هذه المنطقة ولن حيبة الدولة ستكون مفغوضة في هذه الولاية أو في بعض الولايات دارفور وجود اليونميت ذاته دور اليونميت كان ضعيف جدا في حفظ الأمن لذا تجد الأحداث متكررة والآن هذه الأحداث الأخيرة أحداث الجنينة شموسف جدا بما ترتب عليه ضحف الأمن في الولاية والآن كما ذكر النايب الأول الغايد حميتي بأنه في آخر حديث له اللغاء بين الأطراف بتاعة السياسية أو مجموعة الحركات مع الأطراف السياسية المشاركة في الحكومة تحدثوا وتفاكروا عن وجود حاجة ملحلة لفرض الأمن في هذه الولاية وطرح مذألة الغوات المشتركة الغوات المشتركة طبعا هي مذألة مطروحة من قبل ودعا لها يعني ضررها أنه ضرورة تكوين هذه الغوات والتسريع في تكوينها لفرض هيمنة الدولة على الإغليم عامة وعلى هذه الولاية التي أحضر فيها بعض التوترات سيد الصدق هناك حديث عن موجة نزوح أخرى مع هذه الأحداث كيف عيش المواطنون في هذه المنطقة حقيقة المزألة بتحت النزوح دي هي مسألة يعني يعني أغتر بك حسابات الولاية أو حكومة الولاية لأنه هذا النزوح يسبب في عدم الاستغرار عدم استغرار المواطنين وعدم الاستغرار المواطنين بترتب عليه أشياء كثيرة يعني عدم وجود مليا وترتب عليه والحالة الاختصادية المتردية فعني نتمنى من الحكومة الانتغالية الآن بالإسراع لمعالية هذا الوضع الإنساني وهذا الوضع الإنساني في المغامة الأول يعني أفترض يكون أولوية يعني ياخد حيز بتاع أولوية لمعالية هذه القضايا غضايا النزوح وغضايا الأمن كما ذكرت في البداية غضية الأمن غضية مهمة للغاية وكما ذكرت لك يعني مناشدة الغاية تحميتي أنا أفتكر سوف تجد يعني غبول من أطراف إذا كانت جفهة سورية أو الغوات الحكومية في الأمن والجيش لفرط الأمن في هذه المناطق المتوترة رفسر سليمان يتحدث حمته عن ضرورة هذه القوات المشتركة وتجمع المهنيين يتحدث عن إعادة دمج وإعادة هيكلة قوات الدعم السريع في وقت هناك توتر أصلا ما بين المدنيين والعسكريين وتوتر على حدود مع إثيوبيا ما فرص تحقق لذلك؟ الغوة المشتركة طبعا أحد بنود اتفاق السلام الذي تم توقيعه بين الجفهة السورية والحركات المسلحة في دافور والحكومة الانتغالية في السودان ترتبات الأمنية النهائية في اتفاقية سلام جوبا ركزت على دمج مغاتلين في الحركات المسلحة في المؤسسة العسكرية وتعني بها الاتفاقية لغوات المسلحة وغوات الدعم السريع أي أنها ثبتت استقلالية الدعم السريع اتفاقية سلام جوبا ثبتت استقلالية الدعم السريع من الغوات المسلحة ودمج بالتالي مغاتلية الحركات سيتم إما في الغوات المسلحة أو في الدعم السريع أو في الأجهزة الأمنية الأخرى من الشرطة إلى مخابرات إلى يعني غوات دعم السريع فهذه إحدى الإشكالات فيه يعني بند يختص بتكوين غوة من 12 ألف مغاتل نصفهم من الأجهزة الأمنية والعسكرية السودانية والنصف الآخر من حركات دارفور ولكن الاتفاق بدأ التنفيذ حاليا يعني في الأسابيع الأخيرة هذه الغوة ليست جاهزة وبالتالي لم يكن عندها دور في الأحداث الأخيرة ولن يكن عندها دور اتفاقية جوبا تركت أمر إصلاح المؤسسة العسكرية إلى آخر مرحلة في الاتفاقات الأمنية النهائية المرحلة الأخيرة هي تتعلق وفي إشارة إلى دمج غوات الدعم السريع في الغوات المسلحة ولكن هناك إشكالية أن غوات الدعم السريع غائمة على غانون أجيز في 2017 وفي بعد سقوط عمر البشير غامل مجلس العسكري الانتغالي بغيادة البرهان غاية الغوات المسلحة السودانية بإلغاء أي نفوذ للغوات المسلحة السودانية على غوات الدعم السريع بإلغاءه لمادة كانت تنص أن الجيش هو الذي يفرض غانوني في حالة الحرب وأن رئيس الجمهورية يمكن أن يدمج غوات الدعم السريع في الغوات المسلحة هذه المادة ألغيت بواسطة الغوات المسلحة أي أن الغوات المسلحة تودوا دعما سريعا مستغلا عنها لحسابات يعرفونها إصلاح المؤسسة العسكرية والأمنية ما الحسابات هذه برأيك ما هذه الحسابات؟ هذه الحسابات هي طموحات سياسية لأن يكون للمؤسسة العسكرية بمكونات التي ذكرتها دور في حكم البلاد وهذا الدور غير مدفوع باعتبارات عغائلية كما كان الحال أيام عمر البشير والحركة الإسلامية في الهيمنة على الحكم من خلال المؤسسة العسكرية مدفوع في تغديري بالمحافظة على المصالح الاقتصادية التي اكتسبتها المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية وغوات الدعم السريع أيضا من نظام هذا يتقطع أيضا مع مسألة المحاسبة محاسبة بعض الوجوه التي يراها كثيرون متورطة في ممارسات جرات خلال حكم نظام السابق كيف يؤثر هذا أيضا على سطر المقبلة؟ بكل تأكيد لأن غانون الغوات المسلحة وغانون الدعم السريع وكل الأجهزة الأمنية يعطي كل عناصر هذه الغوات حصانة تامة في ما يختص بارتكابها لجرائم أثناء أداء عملها وللأسف الشديد اتفاقية جبا مدلت من هذه الحصانة أيضا للحركات المسلحة الموقعة التابعة للجفة الثورية ومن هنا سيكون هذا عامل لعدم الاستقرار لغياب العدل وغياب المحاسبة على مثل هذه الفظائع التي تتكرر كل يوم في دافور وفي أنحاء السودان المتأثرة بهذه السفرات سيدة صادق أشرت إلى أن وجود القوات قوات يونمد لم يكن كافيا خلال الفترة الماضية لكن الآن مع الحديث عن خروجها وبدء خروجها بالفعل لا يبدو أن القوات الأمنية جاهزة أيضا كيف سيكون الموقف؟ حقيقة مثل الجهازية للغوات الأمنية أنا أفتكر ما في حاجة بدعوك بأن الغوات الأمنية تنتشر في هذا الغليم الغوات الأمنية جاهزة إذا كان من الحركات وإذا كان من الدعم السريع هو جاهز إذا كان من الغوات الأمنية أو الغوات الحكومية فأنا أفتكر مزألة عدم جهازية لماذا تأخرت في التدخل في هذه الوقع الأخير؟ في مزألة الدمد حقيقة هنا كما ذكر الأخ المتحدث أنه هناك المزألة بتاعة الترتيبات الأمنية وهذه مزألة الترتيبات الأمنية يعني بدأ النغاش فيها في الأسبوع المضى يعني سوف تأخذ وقت لكن هذه لا تمانع لا تمانع من أنه تكوين الغوات المشتركة في أسرح فرصة وجهازية الغوات من حيث العتاد ومن حيث التسليح ومن حيث أنا أفتكر ما بتأخذ زمن والآن هناك الوفد كما ذكرتم الوفد السياسي الأمن الزارة الولاية سوف يدرس هذه الأوضاع ويأتي للحكومة هناك في المركز يتخذ الغرارات التي يعني تعالج بها هذه القضية أو التوتر الأمني الذي يحدث في هذه المنطق أو في ولاية غرب دارفور سبح سير سليمان في هذا الصراع على نفوذ ما بين المكونين المدني والعسكري هذه التوترات على الحدود مع إثيوبيا وهذه التحركات في دارفور إلى أي جانب تصب هذه الأحداث طبعا حدوث الأحداث الأخيرة بينينا نبهت وسنبه المواطن السوداني إلى هذا الوضع الغريب إننا يعني في شرغ السودان في حالة تأهب لخوض غتال كما تدل التصريحات الرسمية مع أجار إثيوبيا وفي تقدير هذه معركة من غير معترك لأنه هناك حلول دبلوماسية وإيرائية تم الاتفاق عليها بين الدولتين لمعالجة مسألة الخلافة على ترسيم الحدود بين السودان وإثيوبيا فليس من مصلحة أي من الدولتين الخوض في معركة حدود ونزاع مسلح مباشر بين الدولتين يعني في ظروف لا تستطيع أي منهما تحمل مثل هذه المواجهة الكبيرة بين الدولتين ولكن مسؤولية الغوات المسلح السوداني والأجهزة الأمنية في المرام الأول هي حماية أمن وسلام وكرامة المواطنة السوداني وكما ذكرت فإن الإرس لهذه الأجهزة العسكرية والأمنية طوال فترة الصراع المسلح في دارفور منذ 2003 كما بينا تغريركم قبل هذا الحديث هو غائم على مفهوم العغبة الجماعي للمواطنين نسبة لانتماء لنفس المجموعات الإثنية للحركات المسلحة وبالتالي هناك مشكلة حقيقية فيما يختص بسلوكيات وأخلاقيات المؤسسة العسكرية والأمنية في السودان يجب أن تراجع بعملية إصلاح شاملة للمؤسسة العسكرية والأمنية في البلاد أخيرا سيد صادق وبشكل سريع مسألة الإثنية التي تحدث عنها بروفسير سليمان أشير إليها كثيرا كيف ترى دور مؤسسات الانتقالية في التعامل مع ذلك أولا المؤسسات الانتقالية هي الآن واجهة عدة مشاكل المشاكل الاقتصادية في السودان ومشاكل أو مشكلة الكورونا هي أعدى المشاكل التي تواجه الحكومة الانتقالية في في السيطرة إذا كان على الوضع الأمني أو على الوضع الاقتصادي أو السياسي يعني هناك بعض المشاكل حصلت من هذه الأسباب زكرتها التي هي الوضع الاقتصادي والوضع الاقتصادي الآن بسبب الكورونا في العالم كله يعاني من هذه المزالة ولكن الحكومة الانتقالية الآن في ترتيب الآن نحن مقبلين على تكوين حكومة غادمة في خلال هذه الأيام وسوف يعني تعيد كل الحسابات أو كل الأقفاءات التي حصلت في الفترة الحالية والفترة المقبلة سوف يكون هناك حكومة يعني من الجفهة السورية ومن كل الأطراف حكومة غومية نعم سيد صادق نتمنى أن نتعالج هذه الإشكالات الأمنية والمشاكل الاقتصادية الصادق يوسف حسن نائب رئيس حركة العدو المساواة من باريس وبروفيسار سليمان علي الخبير في القضايا السياسية والاستراتيجية من يوجرسي شكرا جزيلا لكما شكرا جزيلا لكما